الجذور التاريخية لطانون لاهالي ثانياً طانون الغابات الحلطة السادسة عشر من سلسلة طانون لاهالي وتاثيرات الارتصادية والاجتماعية على الجزائرين طانون الغابات تعتبر الثروة الغابية مصدر رسك من الطباءة للجزائرية خاصة تلك التي تسكن المناطق الجبلية فتعتبر الغابة المرعى الخصيب للمواشي ومصدر أساسي لبعض الصناعات المحلية لكن ما فتاة تحولت هذه الهبل إلهية إلى نطمة تهدد أمن الفلاح الذي أصبح يخاف حتى من الدخول إلى الغابة لأن الحتومة الفرنسية أصدرت مجموعة من الطوانين بحتم هذه الطوانين لا يحط للستان أخذ أي شيء من الغابة سواتان حجراً أم ثمراً يغرم تلمان خالف ذيتا بحسب ما أخذه من الغابة تتراوح الغرام من عشر إلى ثلاثين فرانتان ويعاطب تلمان وجد في الغابة ويحمل معه آدات تضع بدف غرامة بعشر فرانتات بالإضافة إلى مصادرة هذه الآدات تترتب على تول شخص وجدت مواشي في الغابة غرامات حسب حجم الطاطع لا يسمح لأي أحد ببناء منزل باية الحطب بالطرب من الغابة إلا بإذن من السلطات الفرنسية وتلمان خالف ذيتا يعاطب بدف غرامة وهي حريق تعتبر الحتومة الفرنسية عملاً مخلاً بالنظام ويجب المعاطب عنه وتقوم بمصادرة أملات الفلاحين جماعياً إذا ما حدث حريق في الغابة تعتبر هذه الطوانين استثنائية لأنها منعت السلطان من منتلتاتهم الطبيعية وتعتبر تذيتا جاير لأنها تأخذ بمبدأ المسئولية الجماعية في حالة حدوث حريق ما وتطرامت الإدارة الفرنسية بمنح امتيازات تابعة لشريطات الأوروبية للاستنزاف الغابات فتد حصلت جمعية الغابات على 160 هرتار لتستغلها لمدة 90 سنة وسيطرت السلطات الفرنسية لحوال 200 ألف هرتار من الغابات بلغت الإدارة الفرنسية في تطبيق هذه الطوانين والتي كانت من صلاحيات العستعين في الليجان الحربية وتان لتغيير نظام الحكم سنة 1871 ميلادي من عستع إلى مدني لظروف كان المستوطنين الدور رئيسي فيها تعثي تابعة لتوجه السياسة الفرنسية في الجزائر خاصة بعد ثورة 1871 ميلادي التي استلح عليها بثورة الفلاحين لأنها جاءت رد فعل تابعة لسياسة مصادعة أملاك الفلاحين والتي لم ينص عليها القانون الفرنسي حيث جاءت بموجب ارتراح من المفتشين المدنيين ورؤساء البلدية المختلطة هذه الارتراحات أخرجت الأهالي من تسلط المجالس الحربية والليجان التأديبية لتضعهم أمام رؤساء البلدية المختلطة هذه التحولة جاءت بها مرسوم 1874 ميلادي مرسوم 1874 ميلادي أصبح الأهالي خاضع لطوانين أندي جينا منذ صدوط رانون 1874 ميلادي حيث تأسست شابتة الليجان التأديبية العليا مهمتها البث في النشاط المعادل للحكومة الفرنسية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد شكرا